السلام عليكم اخباركم ايه نوارين دايما معايا بس اعبيكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مراحب الحقيقة والاجواء زي العادة متوترة الحقيقة كمان انه اللي بيوتر الاجواء هو الاعلام الاهليوش الاعلام الزمالكاوي منشغلا في ظروفه ومتورطا في اجوائه فمش فاضي يركز في حاجه لكن لانه الاعلام الاهليوي اعلام في جزء منه لا بأس به من الغرور فبقى انهم منفردين بالامر يعني فيبدأوا يظهروا ويتكلموا ويقولوا كلام بينه وبين العقل مسافات وبين التعقل مساحات والغريب في الامر انه اللي بيقول كده هو حد صاحب عمر طويل وربنا ادلوا الصحة الطويل عمر وعمر مديد ويعني داخل في اتنين وثلاثين اه سوري اه مواليد اربعين تقريب كبعة اتنين وثلاثين سنة وربنا ادلوا الصحة الطويل عمر ومع ذلك قاعد يتكلم ويفتح في موضوعات ويحكي حكايات فلاش هي لازمه دوره في النادي الاهلي هو بروش اه مكان ياسين منصور اللي كان عاوز يكون شركة الكرة في الاهلي هي المتحكم الاول والوحيد المطاع كابت الخطيب مرضيش بالكلام ده لانه هب دوره بينزاوي لكن جاب ما يطلق عليه اه يعني الاحتلاطي تمام او الاستبن اللي هو الاستاذ المهندس سعد القيعي اه صاحب العمر الطويل ومع ذلك او ربنا يعني فتع عليه وبيدي له مساحة فتلاقيه مثلا يطلع في قناة الاهلي بيتكلم مع الاستاذ زبرين منيسي وفي الموضوع ما بين الملك والكتابة اي ان كان نوعية الكلام اللي يتقل لكن هو هو بيتكلم ما تعرفش هو بيتكلم كالاعلامي ولا بتكلم كالمستشار ولا بتكلم كرئيس لالهيئة الكورة او بتكلم كرئيس شركة الكورة ما تعرفش هو عنده تنوع هو رجل خبير يعني وعنده خبرات واعتقد انه فيه ناس ممكن تتعلم منه فعلا فيه امور كتيرة او يسواف التعاقدات او حتى في انه ياخد موضوعات ويحورها ويحاولها ويتخلي الناس تتكلم عنها زي اللي بيعملوا دلوقتي وانا عارف الناد الالي بيدعم الشاب المتميز امير هشام اللي ساب قناة الاهلي وراح قناة المهار فبيطلع كل فترة كده يدعموا يعني باللقاءات والناس تتكلم عن تصريحاته لكن مشكلة المهندس عدل القيع من وجهة نظري الباب الازاز اللي هو بتحد في الناس بالكلام وانت بابك كله ازاز فانا ارجوك انا مش اتكلم في الازاز بتاعك يعني لكن انا اعتقد ان انا قلت مرة حاجة وانت زعلت وبعدت ابراهيم عيسى قلت له انه شالي قال كزا وبتاع فانا من ساعتها ملتزم تجاهك الهدوء لكن انا عارف انك مجدش نحيتي لكن برضو انا بقول لحضرتك ارجو ان انت تتكلم كما تشاء فيما يخص الاهلي احنا تتخصك اتا والاهلوية زي ما انتوا عايزين قولوا انتوا تقولوه قلتوا انكم حرية المطلقة في الكلام لكن هتجا عند الزمانك المواهب صعب عجوش تمام وبعدين فكر بقى انه كان في ايدينا نجيب ساسي ونجيب زيزو مجانا يا جامد طب والله العظيم يو بقول لك والله العظيم لو فيه دك فعلا كنت جبت لكن فيه فرق بين عرض ما او كلمة هنا على بتاع ما تقولك اصلوه احنا حرصا على الزمانك لا ده بابتحرص على الزمانك بلاش تقول كلام غير صحيح بين قصين يعني ممكن وعليه كلام يقول لبلاش فاستاذ عدلي مهندس عدلي اكتفي بما انت فيه رئيسا لشركة الكورة بلا اي دور مقدما او مشاركا في برنامج يعني تريح عصاب الاهلوية فيه ظاهرا في الاعلام متكلما لحاجة تخصك لكنها باعتقد تتكلم عن الزمانك وكأنه وتدي نصايح ادي نصيحة لنفسك لارجوك يعني طب اي انا يعني الامانة انا مش عاوز اموت في كلام اقدر من كده عشان حضرتك يعني قد الوالد فانا مش عاوز يعني اقول كلام يزحل بمناسبة الاهلوية كلام منتشر ومصرب من لجنة الحكام البرتغالية لجنة الحكام البرتغالية بريرة او رئيس لجنة الحكام البرتغالية اللي بيصرب هو واللي معاه ايا كان هما مين اللي معاه لكن دلوقتي في اللاحظة دي بيجي يطلع كلام عن وليد عبد الرازق حكم النادي مباراة الزمالك وبروكسر كان فيه اخطاء تحكميه او كان فيه هل ازانك كان عليه ضرب الجزاء او كان عليه كان ممكن تفرق في النتيجة لتصالح بروكسر او كان ممكن تفرق في النتيجة لتصالح بروكسر فيه اكتر من كده ووضوحه شفا فيه لكن انا بتحدى كل اهلاوي كل اهلاوي انه لو النادي الاهلي في نفس موقف الزمالك وبروكسي هو ده من يطلع واحد يعترف زي ما انا بعترف او زي ما خد الغندور قال لانه دي مش طبيعتهم وانه هم يحبوا يخبوا ما يظهروش ومع زيك الموضوع بسيط يعني الزمالك صعد بقى اخطاء تحكميه ماشي يا سيدي وعاوزين تنسفه او تبعده او تنفه ويدعب رازق اه ماشي لكن اخطاءكم اللي صالحكم بقى عقابها ايه عقابها ايه بقى امانة شديدة وموضوح وتروي يعني محمود البن اخطاء خطأ لا يختفر في مباراة النادي الاهلي مع بيرمز في المشهل بتاع الاعتداءات والضرب اللي حصل من علي معجلو الشناوي مع محمد الشيبي ولا اي قرار اتاخد ليه؟ عشان ده الاهلي ولان اتحاد القرى الحالي بيخاف من الاهلي اتحاد القرى كبيره بصغيره بنجومه الزمالكوية اللي موجودين في اتحاد القرى بيخافهم من الاهلي ومختلفين وعلى مواقف اختلاف مع مرطولة منصور فحابي الاهلي على الاخر طب وازالك مش مش كلم ما بيمش مرطولة منصور نبقى نشوف له حل فهو يا عبر رازق يتعاقب بانه يتوقف بقى شهر مدى الحياة مش عارف ايه ومحمود البنة يتقال عليه نجم اللقاء واللي خد المباراة لبر الامان عشان ما طردش علي معلوله محمد الشيناوي ما طردهمش ما جاش نحيتهم ما كتبش كلمة في تقريرهم واتطرمخ الموضوع ويجي وليل عبر رازق عشان ضرب الجزاء لفريق درجة يكن الزمالك هيخرج بسببها الدنيا تتقلب لا الحياة مش عشان ضربة الجزاء ده عشان في مطش قبل كده بين الاهلي مش فاكر مين ولا محمود عبر رازق طرد اسمه ده محمود متولي محمود متولي من الاسماعيلية ووليد عبر رازق من الاسماعيلية طرد وما لعبش مطش القلوة لأهلي بس اخصف 20 صفر تقريبا اي كلام لكن الانتقام انت جد تحت ادينا يلا بقى يا بيه خد دن 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 اضرب اضرب واتحد الكورة حاضر انتو تقواره انا تحت امرك ولجز الحكام ولجز بردغال جاي عمل شغل شغل ايدا عقب يا سيدي عقل ووليد عبر رازق ما عنديش بانع بس عقب بحمود البنة كمان يعني طلع تسريب زي ما طلعت التسريب بتاع ووليد عبد الرازق طلع تسريب ان الحمود البنة تم ايقافه مدة شهر ايقافه غير معلن ومش نشوف ولا مباراة مدة شهر مثلا زي ما انت بتقول على انه يتبقى وقف شهر طب ما هو ده اخطأ وده اخطأ لكن الكتب ميكيالين عند الرجل الاسم البرتغالي ده بريرا ده ده يقولك هو مش جاي يشتغل برضو ده جاي يسمع الكلام مهو وما يطلع حازم امام قبل كده وانا قلت بلاش حازم لكن ما يطلع حازم يقولك ما فيش تدخل ما بتدخلش في اللجان سواء الاستئناف او الانضباط او 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 وانا مش عاوز حازم ان فيه دخلات ولو انت انه لو فيه حد بيدير الاتحاد في الخفة كده من ورا حازم امام وبيصرب اخبار يعني ما تناش تحرقوا حازم عشان يطلع يحرقوا لو احرج والضغوط الجماهيرية على حازم اكبر منكم كلكم وممكن يطلع يعني يديكم كلمتين في الهوى برضو يعني لكن انت عاوز تعاقب يدعي برازق عاقب ما فيش مالح لكن تعاقب بحمود البنة ده اللي انا اعرفه ده اللي انا افهمه اي كلام تاني متافيزيقي ما وراء الطبيعة وتأكيد وتوكيد ان النادي الاهلي عنده مشكلة مع الزمالك هو عاوز الزمالك ينتهي وكأنه لانه هو الوحيد اللي يقدر عليه شوفوا ايا كان اللي انتوا عايزين تقولوه وتقولوه عن الزمالك من انه الفريق بتاعت ان المش عارف مين راح فان انه مين جه فان الحاجات دي كلها لكن عدد الجمهور الزمالكاوي وجماهرية نادي الزمالك عاملة قلق للنادي الاهلي ان فيه زمالكاوية موجودين في الدنيا والنادي ده له ناس تحميه وتقف بجواره حتى ولو كان مرتضى منصور مالهي في حاله وبيدور على تخريج للي هو فيه وهو لم يقعد يصبح سيفا ولا درع للزمالك لانه لو هو سيف ودرع يطلع يتكلم عن الموضوع بتاع وليد عبرازي ومحمود البنة لكن هو ما تكلمش على البنة ده اساسا منشغل منشغل عن مؤتمر هنقول فيه ايه هنكام عن كهرباء هنرفع عضية في الاتحاد الدولي فلدي حضرتك كالزمالك قررت الاعتذار عن مباراة السوبر لان ما فيش عدالة حلو ايه رأي حضرتك دلوقتي العدالة دي بتتطبق ولا بتتطبقش موجودة ولا مش موجودة فمنسمى هتكمل مشوار في الزمالك والدوري ولا هتقول لك لا انا منسحب لا مش هطير ضد انسحب او تعتذر دي بقى فيها مشاكل كبير عاوزين نعم عملنا لقطة ان احنا ضد ان ما فيش عدالة كويس عملناه غول زي كله بعظمه يعني اغلبه كان فرحان حلو لكن ما فيش نتيجة للي انت عملته وكأن اللي انت عملته ده زهب ادراج الرياح هواء مبصورة بوم يطير في الهوى زرات الهوى اطارت اللي اتنقل هنا واللي اتنقل هنا وبتاعك عملت موقف قيمة الموقف ده ايه نتيجة وايه محدش عارف ما حصلش حاجة مهتزش لاتحده الكورة مهتزتش اي مؤسسات الدولة على ان زك ما راحش الامارات ما غضبتش يمور حدت خالص ومطش تلعب مية مية واللعيبة اتضربت ومن النادي الاهلي والموعد تقول لي يعني احنا كنت عاوز روح نتضرب وليه نروح نتضرب ما روح نفوز او مع ذلك اللي انت خلص خلص يعني لكن موقف ازا دي اخده في موضوع السوبر موقف كويس جمهور كله كان داعي فيه لكن نتيجة ايه بعد موقف ده ايه ولا حاجة يطلع عادل قيعي يقول كلام ما وحدش يصاده يطلع يوقفه اخوكم وليلعب رازق وميقفوش محمود البنة عشان الصحود البنة الغضب ده الصراح الاهل مش ضده لكن الزمانك ده لازم يدبح لازم يمشي لازم يخرج اه لا هو مش الزمانك على فكرة وليلعب رازق مختلق الاهلوية ما بيحبهوش عشان اصطرات لعب هنا فجاءت فرصة الانتقام انه اخطأ اه اخطأ صحيح مقدر شنكر لكن ممكن كنتش شايفها عادي جدا الله يرحم زمان كمان ريشة وما ابو تريكا ولا احمد فاتحي زق لعب لطلاع الجيش وما ماتش مكان السمعين واخد الدوري وخمس دقائق وزقوا بيده كده هو طياره كده هو يا جدع وروح تكون ابو تريكا باين وجابها جون ونقلي خالي الدوري كده هو يا جدع كده هو طياره ايه بإعدال اتنين حتش كلم يمكن كريشة بعد كده بقى محل فقناة الاهل حتتكلم الاهل لو هي زعله وغطبه هل انهم زي ياخدوا بطولة بفساد تحكيمي وخطأ تحكيمي لا مفيديش خساري يلا شوفكم فيديو تلي انشاء الله شوفكم الخير السلام عليكم